اشتركوا في القناة وقال الدكتور أسامة كان وارد بالنسبة لنا لأنه هو برضو من الشرفاء وهو راجل نحسبه على خير إن شاء الله هو كان وزير الشباب وبزل كتير جدا جدا في الفترة الوجيزة اللي هو اشتغل فيها كوزير الشباب فإنه هو يعتقل في عصر الانقلاب وارد إيه اللي حصل لنا تغييرات بعد ما هو اعتقل بفضل الله إحنا مكملين عارفيني إنه ده فترة إن شاء الله بإذن الله وربنا يعني إن شاء الله مش هيردى بالظلم إحنا نتعاملون نتوقعين بس هاي فكرة الحمد لله إن والدي كان معلمنا وإحنا صغرين إزاي نثبت إنما صبروا عند صدمة الأولى وقلوا أن يصيبنا إلى ما كتب الله لنا فلما عرفنا بخبر اعتقاله كلنا ساعتها في اللحظة دي كلنا كنا سبتين جدا إن الحمد لله ربنا كأنه أنزل عنا السكينة الزيارات العائلية كما تؤكد أسرة ياسين باتت محدودة للغاية كما أن استخدام الهواتف بات مقتصرا على المحادثات البسيطة التي لا تفاصيل فيها خوفا من أن تكون هواتفهم مراقبة على حد قولهم في الوقت نفسي انتقل القلق إلى بعض الأسر التي كانت لها علاقة بعائلة أسامة ياسين فبعضها بات يتحفظ في التعامل الدائم والمستمرة كما كانت العلاقات من قبل أنا عيلتي فيها رجال ونساء النساء هما أقرب مني للفكر وهما اللي بيتوصلوا معايا دايما الرجال هما شوية يعني ممكن يكونوا محايدين أو ممكن يكونوا بياخدوا حذر شوية ويرد ويرد أني فعلا فيه ناس بتتغير فكرها بالنسبة لنا تتأثر بالإعلام الفاسد وتتعامل معنا بشكل في حذر في التليفون وفي الزيارات عادي ماش بيفرق معنا عن الكلام ده ويبقى مستقبل الأسرة من وجهة نظر أهلها غامضا لا يفصح عن جديد لكنهم متمسكين بالأمل في أن تتغير حالة القلق والخوف التي سيطرت عليهم وعلى معظم الأسر الإخوانية قريبة وللتعمق في صورة المشهد الماثل ينضم إلينا في ستوديو اليوم من القاهرة أستاذ خالد أوبكر الكاتب والمحلل السياسي أنا بك أستاذ خالد أستاذ خالد بذلك كيف ترى المشهد السياسي في مصر في هذه اللحظة وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة التي نحن فيها يعني في الحقيقة من بعد 30 يونيو السلطة في مصر أعلنت عن إجراءات مرتبطة بقريطة المستقبل تم إنجاز الاستحقاق الأول منها وهو الإقرار التعديلات الدستورية على دستور 2012 والمجتمع المصري أعينه مصوبة صوبة الاستحقاق الثاني المتمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية لكن دعني أقول أن الخرائط السياسية من بعد 30 يونيو حدث فيها نوع من الحراك ليست الكتل صماء إن صح التعبير فيما يخص جمهور 30 يونيو أو الجمهور المناهض له الذي أطلق على نفسه مسمى تحالف دعم الشرعية فهذا التحالف بات ملحوظا في الأيام الأخيرة حدوث نوع من التصدع داخله رهان هذا التحالف الذي تتزعمه جماعة الإخوان كان عن محاولة عادة عقارب الساعة إلى الوراء وذلك ثبت فشله بطبيعة الحال فهناك قوى داخل هذا التحالف تحاول أن تقفز من المركب أخيرا كما في محاولات لحزب الوسط كما في محاولات أخرى لبعض القوى الإسلامية التي باتت منقسمة على الاستمرار في هذا التحالف كما الحال في الجماعة الإسلامية في الناحية الأخرى ترشح حمدين صباحي في اعتقادي يعني أحدث نوع من الخلخلة في معسكر 30 يونيو بإعلانه الترشح للرئاسة منافسا للمرشح المحتمل والأكثر يعني حظا في الفوز في الانتخابات المقبلة وهو المشير عبدالفتاح السيسي لكن بشكل عام حالة الانقسام التي عاشها المجتمع ما بين جمهور واسع مؤيد للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وفي مقابل أنصاره وجماعته ما تزال موجودة وما تزال قائمة حتى اللحظة يعني كانت هناك عدة مبادرات مطروحة لتضييق الفجوة أو لإزالة هذا الانقسام بين الجمهورين على حد قول حضرتك وعشان حتى تجهد مشاهد العنف المتكررة الموجودة في الشارع لكن كل هذه المبادرات لماذا تعثرت لماذا لم تنجح واحدة منها يعني دعني أقول المبادرات بعضها الذي كان يتم طرحه كان الإخوان وحلفائهم يغالون في مطالبهم وكانت تبدو في غلبية كانت تقابل بتشدد كبير جدا كان اشتراط عودة الرئيس السابق وعودة حتى مجلس الشورى المنحل وما إلى ذلك وهذا يعني ضد الواقع السياسي الذي هو موجود على الأرض لكن في خلال اليومين الآخرين رصدنا نحن حتى في جريدة الشروق من خلال قيادين داخل الجماعة بعضهم يطرح يعني يشير إلى مبادرات يحاول أن يسوقها في أوساط شباب الإخوان لا تشترط عودة الرئيس المعزول وتبدي بعض المرونة النسبية في مقابل السماح للجماعة بالعودة إلى ممارسة السياسة أو الدخول في الحلبة السياسية المصرية هل تكشف لنا عن كواليسها دون بدرة أو أبرز ملامحها؟ يعني البعض يتحدث عن أن الجماعة ستتخلى عن عودة الرئيس السابق وهو كان مطلب جوهري مرتبط بكل المبادرات التي تم طرحها في السابق ومن الواضح أن الجماعة اكتشفت أخيرا أو بدأت تتحسس أنه عن عودة عقارب الساعة إلى الوراء أمر غير ممكن وبدأت تتعاطى مع الأمور بواقعية سياسية وبالتالي هي تضع شرط مهم جدا من وجهة نظرهم وهو إجراء انتخابات نازيها تشارك هي فيها تشارك بمرشحة أو تشارك بترجيح كافة؟ يعني ملامح هذه المشاركة لم تتبلور ولم تتحدث بعد يعني وده عضدوا بعض الإجراءات يعني هناك حديث ومصادر تحدثت عن أن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية هو من أقنع أو يحاول إقناع الإخوان في مصر بأهمية العودة عن المسلك الخاطئ الذي سلكوه من بعد 30 يونيو ولاعترف بخريطة الطريق حتى يجدوا لهم مكانا في الساحة السياسية المصرية هناك أحاديث أخرى ترجح أن للأمريكان أو لولايات المتحدة الأمريكية دور في حث الإخوان على التعاطي بواقعية مع ما جرى في مصر منذ 30 يونيو وبالتالي التنازل مقابل التعاطي مع السياسة والمشاركة السياسية أصدق هذه المبادرة هل هي سقفها عند وسائل إعلامة وعند السياسية؟